وفقاً لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فإن بارك جون يون، الذي تم تعينه وزيراً للمحيطات ومصايد الأسماك، قال يوم الاثنين إن الكيفية التي ستنفذ فيها الحكومة اليابانية خطة التصريف غير معروفة، وأشار إلى أنه يجب على كوريا الجنوبية أن تكون مستعدة لكل ظرف محتمل. وفي اليوم نفسه، عندما أجاب عن سؤال بشأن موقف كوريا الجنوبية من قرار الحكومة اليابانية، قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي جون يون، إن الحكومة الكورية الجنوبية تتخذ صحة المواطنين وسلامتهم كأولوية، وتطرح ثلاثة طلبات لليابان، وهي تقديم الأساس العلمي ومشاركة المعلومات، وإجراء مشاورات مسبقة أكثر كفاءة، وإتاحة الفرصة لخبراء من كوريا الجنوبية للمشاركة في عملية الفحص من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفيما يخص قيام كوريا الجنوبية بإرسال خبراء للمشاركة في فريق تحقيق تابع لوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة عملية تصريف المياه الملوثة النووية، قال السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية يوم الاثنين ويتشي إبوشي، إن اليابان ستتشاور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ذلك، مضيفاً أن الجانب الياباني بذل كصار الجهود لتقديم المعلومات، فيما ستواصل بلاده بذل جهود أكثر إذا اعتبرت جهة معينة أن المعلومات المكشوفة غير كافية.